بسم الله الرحمن الرحيم انا بيجو في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الفحم هنعرف اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الفحم هنتكلم عنه بشكل عام كمان هنعرف معناه لفتاة العزباء للمرأة المتزوجة للحامل كمان للرجل اولا الفحم بشكل عام من الرؤى اللي بتدل على مال ولكن المال ده هيجي بطريقة شوية غير مشروع او مال شوية فيه شبهة حرمونية او هيدخل الرأي في تجارة وعليه انه يبتعد عن المشروع ده او العمل ده كمان الفحم لما يشوف انه معاه فحم لكنه ما استفادش منه وما عملش باي حاجة فاحيانا بيدل على اعمال هيقوم بيها الرأي ولكن الاعمال دي هتكون اعمال مزيفة او اعمال فحشة كمان لما يشوف الراي انه بيحرق الفحم حرق الفحم او استخدامه في الاشتعال احيانا بتدل على عمل نافع هيقوم بيها الرأي او فايدة هتعود عليه ممكن الفايدة دي دي يجي من وراء مثلا علم هو هينتفع بيه كمان حرق الفحم من الرأي اللي بتدل على مال او خير كتير في انتظار الرأي لما يشوف ان الفحم اشتعل ويبقى رماض فبرضو من الرأي اللي بتدل على ان الرأي هيقول حاجات شوية زائفة او بتدل على قول الزور او علم غير مفيد او مش هينتفع به او ان بتكون رسالة للرأي ان هو يغير اسلوب او طريقة حياته بشكل عام لان الاسلوب اللي بيعيش به هيجلب له خسارة وهيجلب له تعب الفحم المحترك كمان من او حرق الفحم بكميات كبيرة بتدل على تغيير جزري او تغيير كبير في حياة الانرائي كمان لما يشوف الشخص الفحم فبرضو زي ما قلناه من الرأي اللي بتدل على مصدر رزق هيجيله ولكن المصدر رزق ده هيجي بطريقة مريبة او بطريقة غير مشروعة لما يشوف الشخص برضو انه حرق الفحم او بيحرق او بيولع فيه الفحم احيان بتدل على خيبة امل او على احباط ممكن يشعر بالرأي في امر او اتجاه امر كان هو بيفكر فيه بشكل كبير كمان لما يشوف الشخص الفحم برضو لما يشوف انه هو حصل منه اي ضرر سواء انه اتحرق في جسمه منه او ملابسه فكل دي من الرأي اللي بتدل على قدوم متاعب او قدوم احزان للرأي الفتاة العزبالة ما تشوف كمية انها اخدت كمية كبيرة من الفحم وولعته عشان تستفيد به مثلا في الطبقة او حاجة كل دي من الرأي اللي بتدل على ما منفعة هي تحصل عليها كمان لما تشوف انه هي طبخت على الفحم وشافت انه الطعام كان كويس ما تحرقش ما كانش ليه طعم اه متغير كل دي بتدل على رزق وعلى مال هتحصل عليه من وراء عمل اه اه كمان لما تشوف اه برضو انه هي بتولع الفحم بسهولة اه وبتطبخ عليه فهم بتدل على تخلها في مشروع للارتباط اما لما تشوف ان العكس تشوف ان هي مش عارفة تولع الفحم او ان هي طبخة الاكل والاكل اه طلع طعمه مش حاله كل دي من الرأي اللي بتدل على كدومشي سيء لها لما تشوف انها اخدت فحمه واشعلته علشان تحس بالدفا لما تشوف انه جوه برضو وحط ويه ولعت فحمه ويه عشان تدفا فدي منفعة هي برضو هتحصل اه عليها اما لما تشوف ان قطعة الفحم ومشتعلي درجة انه لونها احمر اه يعني احمر اوي احيانا بيدل على سوق سلوكها او قيمها بامر شوية غير محمود اه برضو لما تشوف انه حصل اي ضرر من الفحم فده ضرر او متاعب اه ممكن اه تحصل لها اه كمان المرأة المتزوجة لما تشوف في الفحم فاحيان بتدل على ان هي امرأة شديدة تلغيرة على اه زوجها والامر هيتقلب عليها لوطع سايق جدا فعليها ان هي اه تحصل اه كمان المرأة المتزوجة لما تشوف انها استخدمت الفحم في الطبخ اه فبرضو من الرموز اللي بتدل على اهتمامها بعائلتها وقدوم خير وقدوم اه رزق اه لما تشوف انه والشهة بقى يعني ملطخ باللون الاسود فبرضو من الرؤى للأسف اللي بتدل على الشر ممكن اه يصيبها اه لما تشوف ان هي اه 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 بتولع الفحم والفحم اه يعني والى اكتر من اللذوم او حصل ضرر من الفحم ده فده ضرر او اه تعب ممكن اه يحصل لها ادفاق الفحم من الرموز اللي بتدل على اه نجاحها في حياتها بشكل عام او اه محاولة التقرب لدوجها اه كمان المرأة الحامل المرأة الحامل لما تشوف الفحم هو مولع فالاسف من الرؤى اللي شوية بتكون غير محمودة عاية بتدل على متاعب او اه مشاكل صحية اه لما تشوف ان هي الفحم تولع واصبح رماض فده انتهاء اه يعني الحامل وي اه ولادة او بشارب وقرب الوليدة اه كمان قطع الفحم لما تشوف ان هي اه ملطخة ايديها ب اه اه رماض الفحم احيانا اه معناه كده ان في ان هي بتخطط لشيء والشيء اللي هي بتخطط له ده شيء سيء كمان اه لما تشوف اه اه الفحم محطوط في ايديها اه او ان هي قفل عليه بقوة فمعناه كده ان هي قادرة ان هي تسيطر على حياتها اه بشكل عام اه كمان الفحم ليه الرجل من الرؤى برضو اللي لما يشوف الشخص انه بيشتري او يشوف الرجل انه بيشتري اه فحم اه فدي من الرؤى برضو اللي بتدل على اه يعني اه اه شر ممكن يحصل له خصوصا لما يشوف انه بيشتري فحم من الشخص هو عارفه والشخص ده معروف انه شخص فاسد مثلا كمان بيع الفحم اه برضو من الرؤى اللي بيدل على الخير اه الفحم بالنسبة ليه الرجل احيان بيدل على اه مال هيحصل عليه بطريقة اه محرمة احيان بيدل على رجل خطير وشديد الخطورة اه برضو الفحم ليه الرجل احيان بيدل على رزق والرزق ده هيكون قادم من شخص اه من حاكم او من اه شخص ليه اه سلطة اه الفحم الكبير اه برضو اه ويشوف الرأي انه مش عارف يولع او مش عارف يستخدمه فتا تعطيل اه في امر من اموره او اه اه هموم هيمر اه بيها ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الفحم في المنهان باتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سأل او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم باشكلكم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة